شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مشروع شركة كادمر انترناشنل للنقل الدولية واللوجستيات ويعد المشروع منصة لوجستية لتداول الحويات والبضائع والسيارات وتجيز البضائع للتصدير وكذا منصة مخصصة للصناعات الغذائية بغرض التصدير ويشغل المشروع من ساحة تصل إلى 21.488 متر مربع للمرحلتين الأولى والثانية وذلك بإجمالية تكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون دولار للمرحلتين ويستوعب المشروع كمرحلة أولى 5000 حاوية مكافئة ويوفر نحو 105 من العمالة المباشرة وغير المباشرة